اكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على المضي قدما في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك على مختلف المستويات خاصة العسكرية والدفاعية منها بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة بما يصب في الدفع بالعلاقات التاريخية الى مستويات ارحب لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين مشيرا الى حص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمقر القيادة البحرية البريطانية الادميرال السير بينكي رئيس اركان البحرية الملكية البريطانية حيث اشار سموه الى الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة الى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي مؤكدا مواصلة البناء على ما تحقق من تعزيز لمستويات التعاون والتنسيق المشترك على كافة الاصعدة نحو افق اوسع بما يعود بالخير والنماء على الجميع كما تم خلال لقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثلائي واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الاوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر